السلام عليكم مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم مرحبا بكم فيديو جديد وصفة جديدة وصفة اليوم وصفة رائعة جدا كتصفي البشرة كتزيل الدهون اللي كتكون زائدة في البشرة ولي كتسبب الحبوب والبوتور في البشرة هاد الوصفة غتساعدكم على التخلص من الحبوب ومن جميع مشاكل البشرة وصفة سهلة مكوناتها متوفرة في كل بيت فقط عليكم تطبيقها للاستفادة من هذه الوصفة الناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة لا تنسوا للشراك في القناة والضغط على زر أبوني الموجود أسفل الفيديو ولا تنسوا تفعيل الجرس لتوصل دائما بجديد الفيديوهات المكونات التي سنحتاج في هذه الوصفة سنحتاج في أول مكون سنحتاج إلى صابون سنحتاج إلى صابون ليكون طبيعي خالي من الروائح خالي من أي إضافات من الأفضل شراء صابون طبيعي المصنوع بالطريقة التقليدية يوجد بيئة منا رخيصة جدا فقط عليكم البحث عن هذا المنتوج سنحتاج إلى قطعة من الصابون فقط قطعة صريرة يعني 50 جرام أو 70 جرام كافية لهذه الوصفة سنحتاج كمكون أخر في هذه الوصفة ملعقة من النشا النشا هو دقيق الدراء أو دقيق الأرز أو دقيق القمح كما أقول في جميع الفيديوهات يبع في المحلات التجارية سنحتاج إلى رقائق الشوفان وهي أيضا توجد في المحلات التجارية متوفرة بكثرة من الأفضل اختيار قطع صغيرة بهذا الشكل يعني رقائق الشوفان المهروسة بهذا الشكل أو إذا لم تتوفر لكم ممكن وضع شوفان بودرة يعني مسحوق الشوفان في هذه الوصفة أيضا هناك مكون آخر في هذه الوصفة وهو زيت جوز الهند وسنحتاج فقط إلى ملعقة من زيت جوز الهند المهم في هذه الوصفة هي طريقة تحضيرها سنمر الآن إلى طريقة تحضير هذه الوصفة أول شيء سنقوم ببشر هذه الصابون وفي هذه الأثناء أنا وضعت كأس كبير من الماء يخلي فوق النار بالمناسبة هذه الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة وتناسب حتى الناس الذين لديهم بشرة حساسة أو بشرة دهنية تناسبهم هذه الوصفة أيضا جميل في هذه الوصفة أنكم يمكنكم استعمالها بشكل يومي على بشرتكم سنحتاج فقط إلى هاد الكيمية من الصابون بهذا الشكل سنضيف كأس كبير من الماء المغلى بعد ذلك سأقوم بالتحريك بسرعة إلى غاية أن تدوب قطع الصابون موجودة في هذا المزيج يعني ضروري أن تدوب جميع القطع الموجودة سنستمر بالتحريك هذا الوصفة يعني تعطي كيمية كبيرة يمكنكم تحرير كيمية يعني لجميع أفراد العائلة كما تلاحظون هنا دابت قطع الصابون لأن الماء ساخل جدا الآن سنضيف النشا كما تلاحظون معي وسأقوم بالتحريك بسرعة لكي لا تتكون كويرات من النشا سأضيف أيضا إلى هاد الوصفة رقائق الشوفان وهذه الرقائق هي التي تساعدنا على تقشير البشرة هذا الشكل بعد ذلك سأضيف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أيضا زيت الجوز الهند سيساعد على إزالة الأوساخ الموجودة في البشرة وسأستمر في التحريك كما تلاحظون يصبح عندنا محلول بهذا الشكل سنتخلص ميناء الرهوة كما تلاحظون هنا معي قمت بتصفية هاد المحلول لنتخلص ميناء الرهوة الكتيفة الموجودة به هذا الشكل سأضع هاد المحلول في علبة قم بأخذ علبة بهذا الشكل ونضع فيها هذا المحلول بعد ذلك سأقوم بأخذ قطاع الشوفان الموجودة هنا وسأضيفها إلى هذا المزيج سأضيف قطاع الشوفان قمنا فقط بعملية تصفية للتخلص من الرهوة يعني الكتيفة الموجودة في هذا المزيج هنا تكون الوصفة جاهزة تحصلون على مزيج بهذا الشكل تصبح الوصفة بهذا الشكل يعني نحصل على مزيج بهذا الشكل الآن سأشرح لكم طريقة عمل هذا الوصفة قبل استعمال هذا الوصفة يجب أن نتركها إلى غاية أن تبرد وبعد ذلك نقوم يعني نبدأ باستعمال هذه الوصفة حاجة ثانية هذا الوصفة الأفضل وضعها في التلاجة ويمكن الاحتفاظ بها لمدة أسبوع بعد يعني مرور أسبوع يمكنكم عمل الوصفة من جديد يعني مدة الاحتفاظ بهذا الوصفة هو أسبوع فقط طريقة عمل هذا الوصفة طريقة سهلة جدا نقوم بأخذ قليل من هذا المحلول وبوضعه يصبح صلب قليلا يعني بعد وضعه في التلاجة يصبح هذا المحلول صحب صلب مثل ليس صلب ولكن مثل العجين نقوم بأخذ كيمية من هذا المحلول نضعها على البشرة ونقوم بفرق البشرة بحركات دائرية بشكل جيد بهذا المزيج نفرق البشرة لمدة دقيقتين إلى ثلاثة دقائق وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة هذا المزيج يساعد على إزالة البطور إزالة الأوساخ الزائدة في البشرة الزويت الزائدة في البشرة وإزالة الأوساخ الموجودة في البشرة وهذا المزيج يساعدكم على علاج جميع مشاكل البشرة فعلا وصفة رائعة جدا يمكنكم استعمالها بشكل يومي لا تضر نهائيا بالبشرة يمكنكم استعمالها بشكل يومي على البشرة هذه حبيبات الشوفان الموجودة ولها قطع الشوفان كما تلاحظون معي هذه القطع الموجودة في هذه الوصفة نعمل بها تقشير أو تدليك للبشرة لإزالة جميع الأوساخ وجميع الشوائب الموجودة في هذه الوصفة بما أن هذه الوصفة فيها النشا فيها الشوفان فهي وصفة تساعد على تبييد البشرة وعلى تنقية البشرة كما تلاحظون وصفة سهلة وسريعة التحذير ما عليكم فقط هو المداومة عليها للحصول على النتائج المطلوب أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوصفة وكل من جربها أن يشاركنا معنا رأيه في هذه الوصفة شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو لا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام على مك سأتركه لكم أسفل هذا الفيديو إلى اللقاء وإلى فيديو جديد بإذن الله ولا تنسوا أن تتركوا لتجاربكم مع الوصفات التي أقدمها على القناة وتقترحوا عليه وصفات جديدة يمكن أن أقدمها لكم في القناة إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر